اهلا احبتي اشخباركم اذا بس عليكم انتمنى اموركم احوالكم تكونوا باخروا على خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم فيديو خاص جدا 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 واحد العراضة عائلية في رمضان درنا فطور هكا فيه وصفات مميزة ومملحات بحشوات جديدة ومختلفة وقلت نشارك معكم العراضة دينا والفطور دينا تاخدوا منه اقتراحات وتاخدوا منه افكار نتمنىها تنال اعجابكم درس المملحات حشوة بالحوت وحشوة بالدجاج وحشوة بالشاركوتخي وحشوة بالكفتة كل هم مختلفين هكا والداد سنرى وصفات من المطبخ المغربي الاصيل ووصفات مبتكرة جديدة عصرية اللي ستعجبكم بزاف 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 انا متأكدة سيسبهركم الفيديو ان شاء الله سيكون غني وعامر بزاف بشلة وصفات نتمنى يجبكم لا ننزل الوصفات كلها في فيديو واحد لان الوصفات كثيرين كثيرين سنقوم بذلك فيديوهات اولا ثلاثة لكي كل الوصفات تاخدوا حقا وهكا احتسال عليكم حتى ان في البحث تلقوا بسهولة الوصفة اللي ستقلبوا عليها اول حاجة بديت بها هي ذلك المسيم من الناس دي السابان اخو الفرماج لا نقول لكم ادمان 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 اعرفتوا احنا يالله هنرناهم دبا فشان سجل الصوت ارى العراضة دست البارح ويوم ان شاء الله سنعودهم سنكمل غل المونتج دي الفيديو ونعودهم معه الثاني لانهم فعلا رائعين شهو منهم اخبركم بان العجينة دي اللي مسمى السر ديه هو انها تخليها ترتاح مزيان 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 انا هكا باش ما نكونش مدروكا في يوم فالعجينة جنتها بالليل دهنتها بالزيت ودرتها في علبة وبيتها في تلاجة لاغتي جبتها وكملت بها هذه المراحل اللي تتشوفوا دابا يعني بيتها شوية مقطع لبيتها مجموعة جبتتها من تلاجة وقطعتها كويرات خليتهم احترتاحوا وبديتها كتنطلقها ونعمرها مباشرة بالنسبة للفرماج انا ما كانش عندي الفرماج دي الاعشاب فدرت الفرماج البيض العادي او اللي جبن البيض العادي دهنت به ورشيت من الفوق الزعتر من طحون خليت الزعتر العادي من بعد ما سخنته شي شوية وطحنته في الطحانة صافي هو اللي بديت نرش به هكا فوق من الجبن البيض وعمرت بطريقة لاموضها بحال هكا تيجوتي حمقوا زوينين بزاف 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 لا اشيغي انا بوحدي اللي عجبوني رحتل الناس اللي جربوهم ريجبهم هم هجبوهم هذ المسمنة او لهم معتمد عندهم صافي كيف كتليكم انا سنفضل هكا نطيبهم في مقلة لم تتلسقش لطيبو هكا بسرعة ولكن ما ما عندها المقلة لم تتلسقش صغيرة معندش هكا كبيرة وانا درت المسمنات درتهم كبار لكي نقسمهم على الاربع و يجي شكلهم جيد في التقديم و يجيوا جيد و يجيوا جيد و يجيوا كبير فأخذينا المقلة التقيلة وهي كينة كبيرة و أخذيها تحت سخنة مزيان كيف كنت لكم في الفيديو إذا كنا سنقوم بعمل المقلة التقيلة فلازم نجيها تسخن مزيان مزيان و يجيوا نطيبوا فيها لكي يجيونا بحلقة لكي يبدوا يتحمروا و يطيبوا بلا ما ينشفوا و يقصاحوا أصلاف يا را كنتم أنتم شتووا شكلهم كي تجيرا كي شكلهم كل ماداق ديالهم فنين لعجينة اللي بقت لي عمرتهم بأولا درتهم بلدام ديال الخليع و طيبتما كدرتهم سمنتها كصغيرين بالنسبة للحشوات أولا بالنسبة المملحات فأنا كدكت لكم درت أربعة درت هذه اللولة اللي بالحوت والسبانخ و أنواعات الفرماج مختلفة و رائعة و درت هذه اللي بالدجاج و الشاك يدخل و درت كيف قال لك جديد لي جدا و الباليلة تفرط فيه و درت هذه البريوات تقليديين القدام ديال زمان اللي هم بالكفتاء و القرفات يجوا من أروع ما يكون فبغيتها كتكون شي حاجة تقليدية من المطبخ المغربي في الأصل فأخسرت هذه البريوات و آخر حشوة اللي هي دجاج بحليب الكوكو و أنواع الفرماج حتى هي زوينة 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 ما نقول لكم مش هاد الحشوات بربعة مختلفين كل شي فيهم زمان في الحقيقة رائعين مش شي حاجة اللي تتعاود بزاف صعيب باش الواحد اللي غادي يأكلهم و يقول لك هاد البريوات فيهم هادي وهادي وهادي منذ أننا نعمر البريوات بالنسبة للحشوة ديال الجاج أو الحشوة ديال القيمورون فهما بجوجهم حشوة ديل البساطل يعني تنضيروا بيوم هكا بسطلة صغر و لكن لا نريد أن نضيرهم حشوات مختلفة و نضير لهم شكل واحد فوحدة نضرتهم على شكل بساطلة و وحدة نضرتهم على شكل مساطلة بحلقة فتغيروا صافي إذا كنتو غادي تنضيروا شي حشوة من هاد الجوج هادو فبجوجهم تصلاحوا البساطل يعني تجوا على شكل بسطيلة مدورة أما ديل الفرماج وشاكوتخي فأنا اخترت نضيرها بحل هكا سيغاغ و ديل الكسافة هي حشوة تقليدية فخليتها بالطريقة اللي مولفين تنشوفوها بها أو اللي معروفة بها في المطبخ المغربي اللي هي هكا على شكل بريوة إن شاء الله الحشوات بالتفصيل غادي ننزلهم في فيديو خاص بيوم باش هكا تعطاهم القيمة ديالهم وميضيعوش هكا اسم الفيديو اللي عامر بالوصفات وعمر بالأطباق هذه الحشوة للبطبوط الباردة فيها البيض محكوك سيريمي مقطع طون بصيلة مشلدة رقيوقة علبة ديال المايز خيزو محكوك رقيق والخص حتى هو مقطع رقيق والكورنيشون مقطع حتى هو رقيق سنخلط كل شي بالميونيز ونعمر بيوم المخمرات وقدرت حتى الكيش او طارت المالحة بصومون هذه وصفة مميزة ورائعة بزاف سنضع فيديو خاص بها لكي نرى تفاصيل العجينة وحشوة وكيش سنضعها بصومون والقرقاع والأطباء والأطباء هي رائعة وممتاز لطاقة النخوة والنهار الكبير سنضع فيها وصفة بوحدها لكي نعطيها حقا وهذا الفلافيل هنا يأخذنا الحمص من بعد ماء باتلي لكلها مرقضة تحناه مع كمية المعدنوس كمية كبيرة المعدنوس من بعد ماء تحن كل شيء هنا كإضافة الزنجلان المعروفة أن الزنجلان تضاف غير للطعمية أو للفلافيل المصرية التي تصيبه بالفول طعمية ولكن الفلافيل لا تدار فيهم الزنجلان ويمكن أن كإضافة ضفت فيهم الزنجلان تجدك تقرميشة فيهم سبق لي وقيت لكم بأن الفلافيل اللي لحقهم وطرقهم تدار فيهم لخمارة لنشا لدقيق تطحن الحمص مع المعدنوس ومع البصلة ولكن تطحنه جيد حتى يطلق هذا النشاة لذلك تنكوره ونضيفه يتقلى لا يتفكلينا ولا يتحلينا لذلك النشاة اللي في الحمص كتوابل نضيفه الكامون وقصبر حبوب التحمير وشوية البزار وشوية الملحة أكيد نخلطه كل شيء ونشكله منه كوائرات وتنقلههم في زيت سخون فنضيفه ونحركهم ليس لديهم ونحركهم ونحركهم ونحمرهم عادة نقلبهم ونحمرهم ونحمرهم ونسقطهم هنا أخذت كمية الحمص من بعد مرتب ووستنتقل كمية الحمص ونحركهم ونزيد ما كل مرة نقوم باقي ضمن ملحة باقي لا حتى بل مفلة حتى نتحن القد ونزيد الكيميا من الماء هنا يأم الماء اللي تسلق فيه نصفه من ذلك الماء ونضيره في المجمد يبرد مزيان عاد نطحنوه به ما كانش بقنا الماء نشف ناخده معادي من الروبيني نضيره في الكنجيلاتور يبرد مزيان عاد نطحنوه به هنا من الأحسن حتى الحمص يكون بارد ولمي يكون بارد ومن الأحسن يكونوا في الكنجيلاتور غاد نطحنوه لكي يأتي بيض بيض الناصع الذي ناخده في المطاعم فتتتحن بالماء مجمد أو تضيف مكعبة التلج وتتتحن بيض بيض مزيان مزيان هنا رغي المهو اللي كان عندي بارد أما الحمص كان بقي عندي سخون لكي يبرد مزيان لكي يبرد مزيان حتى يبرد في الكنجيلاتور مزيان سوف نطحنوها جيدا بالنسبة للتوابل فتنديلو قليل كامون والملحة إذا كانت لم تكن فيها ونص حمضة إذا كانت كمية كبيرة بحلقة حمضة كاملة مع صورة كانت كمية صغيرة فغير نص حمضة سوف نطحنوه جيدا لا ننسى حبيبات الحمص اللي سوف نزين به في التقديم وفي التقديم الأكيد سوف نزين بشوية زيت البلدية من الفوق والكامون وشوية تحميره أو شوية السوداني اللي تبغي الحار وهنا نصيب البابا غنوج خديثت الدنجال وشويته نقيته الأكيد زيت ليه شوية الياغورت مسوس هنا علبة الياغورت مسوس قسمتها بالحمص والبابا غنوج سوف نقوم بشوية زيت البلدية وشوية الحمضة معصور والكامون والسوداني اللي بغيته شوية حار واحد دريس ديالتومة وسوف نطحن كل شيء سوف نتقدم من الفوق بشوية زيت البلدية وشوية ديالكامون وهنا دريسنا بشوية الحريرة هذه الحريرة اختصاص ماما يلي غادي تصيبها درنا هنا الحريرة الملكية سبق اليها شاركتها معاكم مش هامنخطرها وراني منزل اليها فيديو خاص بها تجيب من أروع ومن آلد الحريرة المغربية اللي ممكن تقدموه لديفكم هذه الحريرة الملكية الجيزوية بزر هي تتبقى بحل الحريرة العادية فقط تنعود الحم سنعوده باللوز اللي ينفسخه مرتب وفي العادة أنا تندير الصدر ديال الجاج مقطع مربعات والكفتة ديال البقري هكا كويرات صغار هاد المرة نقلبناهم ما درناش الكفتة درنا فضلسها قطع ديال الحم وصدر ديال الجاج درناها طحناه ودرنا منه شكلنا منه كويرات والشي الاخور تبقى عادي هنا حكينا بصيلة سنزيد القصبر ومعد نوس والكرافس مقطعين بالنسبة للعطرية فحنا نديره الخرقوم سكينجبير البزار والملحة الأكيد وواحد نصف معلقة ديال القرفة كإضافة تديرها ماما دائما للحريرة ديالة سواء هادئة أو العادية فتدير واحد دريس ديالته الصغور محكوك فيها تديرها تتعطيها واحد الإضافة زوينة بزاف بالنسبة للحريرة بالدس فحنا ننصبوها بالزبدة واحد رطقة ديال السمن وغادي تزيد مطاشا ديال الحوك أو المركز مطاشا وغادي تسدعليها حتى يطيبوهم زيان ديك تقطعات ديال الحم مع ديك مع اللوز ننطيبوها كنقسوا اللوز بيدينا ونحسوا به طعب وليم زيام عاد غادي ندوزوا ندوروها غادي نضيفو لها ديك الكويرات كيف كتليكم ديال السدر ديال الججم وغادي ندورها بالدقيقة عادة الدقيقة اللي مخلطها هكا بالماء غادي نزيدو شوية بشوية وحنا سننخلطو باش ما ننفوتوش فيها دقيقة وغادي ندوروه بشوية ديال الشعرية رقيقة مالاحسن تكون الشعرية رقيقة بزاف والإضافة الأخرى ما ننسوا شوية ديال القصبورو مادنوس والكرافت اللي تكون هكا مدقوقين جدا باش يضيفو ديك النكهة ديالهم صافي ونخلي ديك الدقيقة حتى طيب اخ蓋ين وغادي لوق archives هنادي ما بين commence müتح ضكي ضيف لها الكمية ديال القصبورو وبالنسبة للعطرية يجب أن نضيف البزار والكامون والتحمارة هناك كمية عباسة في هذه الزيت البلدية كيف كنت لكم هناك كمية القزبور التي كنت ضفت لم تكن كافية وزيت هذه الكمية هناك بزرق سافرة وجد حتى تقلة وتشحر مزيان بالنسبة لكي نضيف البلدية في هذه القمرون قبل أن نضيف البلدية سوف نضيف الحمضة إما حمضة صغيرة أو نصف حمضة كبيرة المهمة لكمية عصرة الحمض سوف نعرف الحمض يتواتى بثائف كثيرا وهذه الأسرة مزيانة سوف نضيف الحمض عندما نضيف البلدية نضيف الحريرة لكي نضيف الحمض أما انتهتها، رأييي طيبتها في الأول ما لم تتوقف هنا الحريرة من بعد مطة تضيف حلقة جيدة زيت البيض السمن كامسلوق يعني هذا البيض السمن تعود لبيض السمن التي تنفقه في الحريرة تنضيف البيض السمن بحلقة كامسلوق سوف نضيف الحريرة وهاي الحريرة نواجدة هنا من بعد ما اخرجوا من الفران لاباتهم رائعة رائعة زيما دي البصة والحشوة خلاص المهم الأكيد سوف ننزل الفيديو لها لأنها خاصة فيديو خاص بها إن شاء الله هي والمملحات أو الحشوات الأخرين حتى وما خاصوا فيديو خاص بهم لكي لا يسهل عليكم تقلبوا عليهم وتلقاوهم هنا البطيبتات من بعد ما عمرناهم ذلك الحشوة اللي وريتكم ودرنا من اللوجهة درنا الفرمج محكوك بحلاكة سوف ترى في الطبلة الآتي محطوطها البسبوسة للأسف لم تصورتها شجلدي بزاف بزاف بالكريمة من الوسط ما شأن اللي سيبتها في الحقيقة سيبتها مرتخوية وملحقتش نصورها العصير أكيد دي الليمون وكالعصير دي الحليب ولافوكا وكوز دي اللي سايدك ضروري من السلطان دي الموائد المغربية وأكد دي العراضة دي أنه هدو من الأطباق اللي قدمت للطياف ديالي نتمنى الأطباق يكونوا عجبوه ومعجبوكم حتى انتم وحتى نشوفكم فيديو جديدة من هنا لتم خليط لكم من هنا اللي ميفنى شكرا وبسلامة شكرا